النادي الاهلي بيحقق فوز بلاس 90 في بداية مشواره مع مارسيل كولر على حساب التحاد المنستيري فيه زهاب دور 32 لدوري ابطال افريقيا ايه المبادئ والافكار اللي قدمها لنا كبداية مارسيل كولر فيه اول مباراة رسمية له مع النادي الاهلي تعالوا نشرحها مع بعض على البورد توقعنا ان الاتحاد المنستيري كفريق يعني معلوش اي ضغوطات وهو بيواجه وصيف افريقيا وبطل افريقيا والنادي القرن التاريخي الافريقيا انا ما فيش عليه اي ضغوط ويلعب لعب مفتوح مع النادي اهلي ويدغط ويلعب يعني فول براشر بطول الملعب وكل ده ما شفناش ده اتحاد المنستيري من الثانية الاولى قرر مديره الفني الصربي نوفتش ان هو يلعب زون ديفنس ويطبق اربعة خمسة واحد وبتنقل بساعات لخمسة اربعة واحد زي بالضبط طريقة الكابتن طرق العشري مع الاندية لما يكون مسيكة مثلا الجيش او حرص حدود قبل كده وهو بيلعب الاهلي او الزمالك انا هقف في نص ملعبي ومش هضغط على الاهلي في نص ملعبه انتوا بقى توقعوا زي ما انتوا عايزين في السجدات التحليل توقعوا في الاعلام توقعوا على اليوتيوب على الفيسبوك توقعوا انتوا عايزينه انما انا على ارض الواقع هلعب اربعة خمسة واحد بزون ديفنس ومش هطلع للاهلي في نص ملعب ولا هفتح مساحات وبالتالي شفنا مارسيل كولر بينتهج طريقة اربعة اتنين تلاتة واحد وبيلعب المباراة كنهار في مصر احنا ما شفناش اي ضغوطات عن نادي الاهلي في الملعب رغم المباراة يعني كنا متوقعين ان التحاد المنستيري يستغل عوامل كتيرة وكانت متاحة له قبل المباراة دي وانه يفاجئ النادي الاهلي لكن النادي الاهلي بدأ المباراة بواحد من مبادئ كولر اللي واضح انه هيكمل عليها وهي الاستحواز على الكرة وهي البنى الهجمة من تحت النادي الاهلي سيطر تماما على مجريات المباراة كاملة منذ البداية وكان واضح ان التعليمات ابني الهجمة في مرة يقول عن تلاتين او اربعين تميرة لغاية لما نخلخل دفاع الاتحاد ونبدأ نلاقي صغرة نخش منها وبدأنا نشوف المباراة وكأنها النادي الاهلي بيلعب في اربعين اتحاد المنستيري رفض تماما ليه يخرج النادي الاهلي هنكش عايز يدي النادي الاهلي امساحتين دول خلف الاتنين الفول باكس واضح جدا جدا الاتنين دول بتوع الاتحاد المنستيري كانوا واخدين اردارات بينهم يفضلوا في نص ملعبهم ما يطلعوش عشان ما يسيبوش اي مساحة الهجمات مرتدة لمندي الاهلي هتتلعب في ظهرهم واضح اوي فقط فقط الهجوم عند الاتحاد المنستيري كان بيجي من عند الرباعي الامامي حتى هيكل الشيخاوي الجناح الايمن اللاعب الابرز في فريق الاتحاد المنستيري اللاعب السريع جدا جدا ما شفناه اي انطلاقات من على جبهة علي معلول وكان واضح برضه ان هو عنده تكلفات بالتركيز في الدفاع عشان ما يتخلقش فرص اتنين على واحد للنادي الاهلي في تلت الأخير من الملعب الاتحاد المنستيري اتحاد المنستيري تخيلوا اول هجمة له على مرمى النادي الاهلي اول هجمة اول تهديد على مرمى محمد الشيناوي كان في الدقيقة كم؟ في الدقيقة 33 33 دقيقة الاتحاد المنستيري بيتفرج على النادي الاهلي وهو مستحوز على الكرة ومبيخرجش خالص منمطقت نصف على عوام يفكروش كله واقف ورا بيقفل المساحات وكله مرعوب من اسم الاهلي وكله الان ان الاهلي يقدر يخطف المباراة وهدف مبكر يفتح الدنيا ويضيع كل امالهم فيه ان هم يعملوا مفاجأة على حساب الاهلي كولر قدم لنا اول حاجة بعد انت واحد اول طريقة رسمية بيلعب بيها مع الناد الاهلي وقدم لنا الاستحواز وفكرة ان احنا نعمل بوسيشن جيم او نستحوز على الكرة واحدة بدبني الهاج مفيش كرات طولية ما شفناهاش شفنا لعب على الارض وتحركات بدون كرة من عند مين بقى من عند الاسم الجديد اللي عايزين نتكلم عليه وهو برونو سافيو اللاعب البرازيلي اللي ربما نكون شفناه فيه مع فريقه البوليفي كان بيلعب في اغلب الاوقات جناح ايسر لكن النهاردة استخدمه كولر في مركز صانع اللاعب نهاردة وبرونو سافيو قدم لنا مبادئ برضو مبادئ لاجاته هذا الامر وكمان قدم لنا حاجة فوجة نظري هتفيده بعد كده وهنتكلم عليها بعد كده انه بيفكر قبل ما ياخد قرار اللعب مش بيلعب لعب تلقائي او بيلعب لعب فوجائي لا بيبقى عالف هو هيعمل ايه قبل ما ينفذ واضح جدا 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 ان بيلعب بدماغه قبل ما بيلعب برجله شفناها في كزا لعبة قدر ازاي يستلم الكرة بشكل كويس ويتحرك ويباصي ويفتح مساحة لزميل وياخد القرار التمرير ده معناه ايه انه هو بيفكر قبل ما ياخد قرار مش بيلعب اللعب التلقائي فيه لعبه كتيره بتلعب لعب تلقائي اللي هو تاك تاك لما تواجه في النقف ده انا جثمانيا نعرف لوحد بسبب الخبرة بتاعتي ان انا هعمل كزا لكن مش بحتاج ان انا فكر لأ برونو سافيو قدم النهاردة كام لعبة كام حركة كويسة بيانت لنا ان هو بيفكر في الكرة حتى اللي رقص فيها الهوف ديفندر لما ضغط عليه واضح قوي قوي ان هو اضطر ياخده على السبتة هو جره ان هو لما يضغط عليه ويحمر قصه على السبتة كان واضح جدا في طريقة واحدة من احلى المراوغات شفناها النهاردة في شوت الاول ان برونو سافيو من اللعبة اللي بتستخدم موخها كتير في اللعب لمستروا الكرة حلوة بيفتح مساحات ليه زميله بشكل كويس وبيستلم الكرة باصص على زميله وبيقول انت بتحركتش لها حتى شوفناه في كذا كرة لمكالاينة بتتحركش بيقولهم انت لها بتحركش افتح لي مساح عشان اقدر اديك الكرة فبرونو سافيو النهاردة ادينا فكرة جيدة عن وجود صانع لعبة اول اختبار لبرونو سافيو النهاردة بيدعف مركز رقم 10 وبيقدم لنا تجربة جيدة وبيدينا اداء جيد في اول مباراة رسمية له مع النادي الاهل النادي الاهل في شوط الاول كرته على الارض كانت مميزة جدا وكان واضح جدا جدا ان مارسيل كولر عايز يختارك لاتحاد المنستيري من على الاطراف وبالتالي كنا شايفين ان طاهر محمد طاهر وشادي حسين اللي النهاردة برضو عمل شغل كويس جدا جدا في شوط الاول كراس حربو هنتكلم عليه واحمد عبدالقادر كانوا بيحاولوا ان هم يجروا لاتحاد المنستيري لمواقف واحد على واحد ما حصلتش كتير في شوط الاول بسبب ايه بسبب التراجع الادفاع اللي اقولت هولكم الاتحاد المنستيري نوفيتش كان واضح جدا انه عارف ان قوة النادي الاهلي على الاطراف فقال ليه الجناحات وفودباك ستروا لو سمحتم بناقس بنائس الهجوم بنائس فعلا الهجوم الاتحاد المنستيري زي ما قلت لكم اول هجم في الديئة التالي وبالتالي داروا السبب اللي ربما مانع النادي الاهلي ان هو يتواجد في مواقف واحد لكن رغم ده النادي الاهلي بقى عنده الاستحواز محمد الشناوي ديف شرف تم خلال المباراة كلها حتى قابل نروح للشوط تاني المباراة كلها محمد الشناوي ديف شرف فيها والنادي الاهلي عمال يدور الكرة زي ما هو عايز وطبعا طبعا طبعا اكيد موضوع التمريد كان متقصر شوية ان الارضية كانت سيئة فيها الكرة بتتنطط وبتطلع وبتنزل ده مش مريح ليه لعيب الكرة لكن النادي الاهلي قدر ان هو يعمل اللي هو عايزه بسببين ان الكرة معاه وطبعا عدم وجود اي ضغط عالي من الاتحاد عايز اتكلم برضو على شادي حسين اللي بياخد مع النادي الاهلي اول مباراة رسمية له شفنا مهاجم بيلعب برا مطقة الجزاء بشكل مميز جدا 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 ومهالي شادي حسين عنده مهارة حلوة جدا وواحد من المهاجمين اللي بيقول انا ملائم لطريقة اربعة اتنين تاتة واحد ليه زي ما اتكلمنا كتير اربعة اتنين تاتة واحد بتحتاج مهاجم مش محطة تحتاج مهاجم بيلعب برا مطقة الجزاء وبينزل يستيل وبيعمل جهد بدني كبير وبعد ما يخلص ده اول ما الكرة تتفرغ ليه الاجنحة يبدأ يرد ليه مطقة الجزاء عشان يستنى الكرات العرضية شفنا عمر السورية في اوقات كتيرة كان بيفرغ مساحات ليه اكرم طوفيق او طهر محمد طهر من الجبهة اليمنى عشان يديهم المساحة ان هم يرسلوا الكرات العرضية لشادي حسين وبرونسافي لو ما بينضملوا ويه احمد عبدالقادر من الجبهة اليسرى والعكس صحيح من عند علي معلول واحمد عبدالقادر وبالتالي كان واضح برضو ان نادي الاهلي عنده حلول كتيرة للهجوم اعتماد على وجود لاعب زي شادي حسين مش مش يعني ايه مش لوحده محطة لاعب لا هو مش محطة لاعب لوحدها محطة لاعب يقدر يديجي الحتة دي وبس الاهم منها ان هو ينزل خارج منطقة الجزاء ويلعب مع المجموعة في نص الملعب وعنده القدرة على الاستلام والتسليم وانه يسحب مدافعين معاه لكن برضو كان واحد من النقط الكويسة دفاعيا عند حل المنستيري ان هما ما بيتسحبوش بسهولة كانوا دايما سابتين هما بيتحركوش هما سابتين ما بيتحركوش كان واضح جدا جدا ان هما مش عايزين يطلقوا اي اهداف فدر السيناريو ده مكمل وطبعا اكيد ان دي الاهلي مش ازعلين ازعل ليه وانا مطش خارج ارضي ولسه في مطش عوضة في مصر وانا مش مش مشكلة مش عايز تخرج من منطقة جزائك خليك عادي انا مستمتع بالأداوي دي اول مطش اللي اهوي اهم حاجة ان انا فرقة سولد وقفة جوا الملعب الخطوب تلك الاهلي متربطة مفيش مساحات زيكم بشوفوا هاي فادي لو تفتكروا نهاية الموسم الماضي مساحات خلف الاثنين الفول باكس كانوا بيتحركوا الاهلي كانت مساحات شاسعة كتيره قوي فكانت بتدي حتى اغراء للمنافس ان هو يهاجم الاهلي لأ المطش الخطوط قريبة اللي عيبة بتجري مع بعض كتلة واحدة بنهاجم مع بعض وبدفع مع بعض فمفيش صغرات من اللي كنت شوفها السنة اللي فاتي جي الحل منين بقى الناد الاهلي يعقق الانتصار من الكرات السابتة وشوفنا محمد عبد المنعم بيقدر ان هو يمارس هوايته المعتادة في الكرات السابتة ورب سبحانه وتعالى طبعا اكيد وفقه في الهدف البلاس تسعين اللي الناد الاهلي امن بيه انتصار مهم جدا 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 في بداية مشوار كولر انتصار معناوي يعني الناس كلها مبسوطة من الاداة اللي اكيد الناد الاهلي اداءه مختلفة عن السيزن اللي فات لكن اللي احلى كمان اللي انت تفنش ماتش زي ده قوي ماتش خارج ارضك بانتصار مهم ومعناوي يجبر الاتحاد المنستيري انه يجي هنا مصر بدل ما يدافع ويحاول ياخد الماتش ليه رقلات الترجيح ان هو لازم يفتح خطوطه ويهاجم عشان يعود الهدف اللي جيه فيه على ارضه وبالتالي بشوف الناد الاهلي استحق الانتصار استحق الفوز فيه اول مباراة رسمية لمارس الكولر استحق الجوز المعنوي انه فعلا الفريق شغال بشكل كويس خلال الشهر الماضي زي ما قلنا فيه اللايف فيه يلا كورة قبل المباراة وكمان يستحق بناء على مجمل الاداة اللي شفناه فيه التسعين دي ان هو يخرج منتصر بالمباراة الف مبروك للناد الاهلي الفوز في اول مباراة لمارس الكولر ان شاء الله بإذن الله لناد الاهلي يأكد تأهلوا لدور الستاشر لدور الابطال بإذن الله بإذن الله بتكرار الفوز على الاتحاد المرستيري فيه ماتش القيام بإذن الله هنا في مصر الاسبوع الجايد شكرا جزيلا لكم كنت معاكم الكريم سعيد